أجرى مسؤولون صينيون ومصريون من بينهم رئيس مجموعة الصين للإعلام ووزير السياحة والآثار المصري ورئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام والسفير الصيني في مصر وغيرهم من الشخصيات من القطاعات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والفنية والسياحية وغيرها من القطاعات في الصين ومصر أجروا جميعا حوارا حول فرص التنمية العالمية التي جلبها تعميق الصين إصلاحها على نحو شامل في العصر الجديد واتفقوا بالإجماع على أن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني تبنت قرارا بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بطريقة شاملة وتعزيز التحديث الصيني النمط حيث توقع المشاركون أن تتجاوز أهمية التحديث الصيني النمط الحدود الوطنية ورأوا أنه من المؤكد أن تعميق الصين للإصلاح بطريقة شاملة سيضخ يقينا قيما في عالم يسوده الفوضى والاضطراب ويخلق المزيد من فرص التنمية ويضخ المزيد من الزخم الصيني في تعزيز التنمية المشتركة والرخاء للبشرية الجدير بالذكر أن مجموعة الصين للإعلام باعتبارها مؤسسة إعلام رئيسية على مستوى عالمي تلتزم دائما بتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين ومصر وستغتنم المجموعة عام الشراكة الصينية المصرية هذا العام كفرصة لمواصلة تعزيز وتوسيع التعاون عالي الجودة مع الجانب المصري في مجالات تعميق الإصلاح والثقافة وتعزيز التبادلات بين الشعبين وتعميق التعلم المتبادل بين الحضارات لتقديم المساهمة بالحكمة في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين ومصر ومجتمع صيني عربي ذي مصير مشترك في العصر الجديد وخلال هذا الحدث تم إطلاق النسخة العربية للسلسلة الوثائقية الشكل الجديد للحضارة الإنسانية التحديث الصيني النمط التي أنتجتها مجموعة الصين للإعلام وسيتم بثها على وسائل الإعلام الرئيسية في مصر ومن أجل تعميق التعاون بين الصين ومصر في مجال السينما توصلت المجموعة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي الخامس والأربعين إلى نية في التعاون وسيتعاون الجانبان في عقد زيارات وأبحاث متبادلة والتوصية بالأفلام من كلا الطرفين وإقامة مهرجانات سينمائية ذات طابع خاص والمشاركة في أنشطة متبادلة وفي موقع الحدث تم إطلاق معرض رحلة عبر الحضارات لقاء مع ليانجو جولة عالمية الفين واربع وعشرين في مصر كما تم إطلاق الفيلم الوثائقي أقنعة وكنوز الذي أنتجته مجموعة الصين للإعلام ووزارة السياحة والآثار المصرية على منصة الوسائط المتعددة لشركة مصر للطيران في اليوم ذاته